موسيقى 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 أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس في جكل تجربية بناء على طلب أحد من الأصدقاء أنه أعمل توتوريال لأطلاق نار فالفكرة ستكون على الشكل التالي موسيقى 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 واحد بنعمل كأنه يقوص برشاشة ثم نضيف الأفكت اللي خليه يبين أنه يقوص الكاميرا عم ترجع عندي ما عندي أدنى فكرة ليش بس اوكي لنبدأ سأكمل صورة الظلمة وضعه ب نيو كام هيك بتصير بنفس الإعدادات تبع الصورة هذا الفيديو هو باست عن فيديو كوبايلت سو عندي موسيقى هون سأقوم بحكمه هون ونحطهم فوق الصورة تبع اللي يقوص صلى شيء اسمه أكشن تايتل سيف مشان نتأكد هنا بالنص هلأ اللي حاكمش دول لايرين تبع المزل فلاش اللي نطلق النار وأعمل لاير فري كام والإفتصاره كونترول شيفت سي سأسميه فاير شات هلأ إذا ببس دبل كليك على فاير شات ينفتح الكامب اللي موجودين هنا فيه هلأ بسيك لشي اللي بدي حاول أعمله انه خليهم بالسنتر وأعملهم ندبلوكايت بشان يطولوا سو أول واحدة أحرك 2 فريمز الفريم بيين عندي هون على اليسار إذا ما كان طالع باكوز كونترول تبس كبس هتكليك بطلع عندي الفريم هون 2 فريمز أحرك هاي لهون هون بمشي 2 فريمز صار عندي أربعة بكمش أول واحدة بعملها دبلوكايت كونترول دي برفعه لفوق هاي بقدمه طبعا بتأكد دايما انه هنين بالسنتر عشان ما يبينوا نفس الشي ها أعملها سكيل شوي بعملها روتايت روتايت يا بتروحها التول تبعا روتايت أو بتكبس دابليو بتعمل روتايت لهاي اللير برجع على المين تول هي V بحطه بالسنتر كمان بحرك 2 فريمز بعمل دبلوكايت لهاي كونترول دي بحطه فوقه بحطه فوقه بزيحه لهون بعملها روتايت بعملها سكيل بحطه اوكي هلا بكبس على اول واحدة بكبس shift بكبس على اخر واحدة بعمل لهم select كلهم كمان كونترول دي بحطه نشوف الليرز عندي هون بحطه فوق التاب بعمل لي full screen ايه تاب انا فاتح عليها بزيحون شوي هلا فيه شغلة انه السموك كتير عم يأسر على الشوت بانه عملنا كتير دبلوكايت فلح اجي على اول واحدة اصلا سموك تبعه اصلا سموك تبعه تانيه سنعمل لهم line يعني واحدة ايه واحدة لا باصلا سموك تبعه وتذكروا فيه frame بين كل layer و layer layer اصلا سموك و اغلبتها و اضفتها هون لأ فيني انا اسحب layer هيك manual أو فيني اكبرس على layer اكبرس نقوم برجاء بك بس على اول واحدة على اخر واحدة قاملنا ctrl D و بزيحن لهون شوي make some room اوكي i guess هيك تمام اوكي هل اذا برجع المين كام بتبعي تكون هون موجودي هلا هون فيني اتحكم بال resolution تبع الشاشة فيني اقام له third يعني ثلاث فيني اقام له half هلا كل اللي عملنا هون اصاروا بالfire shot com ها هي صورة الزلمة هلا برجع الاول composition تبعس على fire shot تبعس P او بنزل بهذا السهم تبعس على المليار يسار تبعس على keyframe هون يصير كل ما يحرك و يلحق الرشاش فيني اكبس T لأوباسيتي و خفف شوي ما بعرف ليش اختصار opacity تبعس لأوباسيتي تبعس تبعس ثم حاول اعمل keyframes بقدر الامكان او بنزل هنالحق حركة الرشاش هلا الموضوع ممكن يكون pen in the ass شوي بس بتكون تحمله لانه result حلوة لازم اتاكدني ما اعمل rotation نهائيا لانه اذا عملت rotation layer اعمل rotation لكل الليارات الكمبوسيشن اللي هون نحلي خففنا من موضوع smoke لانه كتير كان طالع اكورد اوكي هلا بكبس N اعمل N للكمبوسيشن اوكبس على هيا الهندل بالزر اليميني trim com to work area هلا فيني ايميل action title safe اوكي خلينا نشوف مبعض مبعض اوكي نوعا ما realistic نوعا ما هلا فيه شغلة كتير زريفة تنهانس ها الموضوع هعمل اول شي adjustment layer لحفت على layers new adjustment layer هلا هضيف curve adjustment بس مشان contrast و الصورة هعمل contrast هلا بكبس على fire shot هنا عندي شي اسمه toggle switches mode هكبس عليه بيطلع عندي modes هاي قيس اللي هنساوي screen اوكي cool هلا بناخد هيا الوان الزرق اللي نوعا ما سينمائية سو هعمل another adjustment layer بتاع layers new adjustment layer هدور على شي بال effect and presets اسمه colorrama هعملوا drag adjustment layer هلا بالoption هون blend with original هحطة 85 80 we can make it 80 output cycle sorry input phase في انا option هون اسمه phase shift هحاول حرك لوصل للون الازرق اللي بديه تمام هلا ها اعمل كمان adjustment layer ودفع curves احضر فوتع الـ rgb خفف الـ red ودفع الـ blue الى افتع الـ الى افتع الـ ودفع الـ ودفع الـ بالفوتج بك بيس على adjustment layer بك بيس F ساوي subtract وبقوي الفيذر اخذنا هذا الزراء اللي منشوفه على الطراف والافلام ووليوود أو الديكومنتاري خلينا نعمل RAM Preview سوف نرى المقطع من اول و جديد هاي our final results اللقطة على الكل اوكي الwebsite اللي سيكون سون اونلاين سيكون في شغلات كثير حلوية سيكون في دروس للمبتدئين Premiere Photoshop After effect from A to Z كثيرا اعجاب واستنوني بالدرس الجاية